جهاد باقي لازم اللي ما بيعرف طعم الاخسارة ما بيعرف طعم الربح أي أصعب المعترك السياسة أو الإدارة الرياضية تماش مرة ينقال أنه هيدا الزلمة كان بيقدر يعمل شي لهالنادي وبرم دهر وفل جمهور النادي تعب من الوعود من بعد ناقصنا كان ننتل ونشوت يعني هيد شعر الوحيد البعض ما عملناها رئيس نادي الحكمة أنا بلاعبينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنسان آخر نهار عصب وتكتبته مثل ما هني جمهور صار عم بيطالب جهاد بملعب أكبر أنتو في شعب طويل عريض وراكن أحلى صورة شفتها وأحلى منظر وبركة من أحلى ذكريات بحياتي لليوم ريسيدان ولو بدنا منك العشرة أنا المتهم بهذا الوضوح طمنهم من هلأ أنه هيدا شي ما حيصير جهاد وراغب أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك مبسوطين يعني ربحانيين جايين تطوروا الحلقة بقدموا دليوم هلأ نحن دايما مبسوطين على فكرة يعني لازم لما بيعرف طعم الخسارة ما بيعرف طعم الربح فمنجرب قدنا نقدر نكون دايما هيك ريئين رح نقول وقت الخسارة نعالج شو اللي بيصير وقت الخسارة لأنه عارف نربح أكل حال يعني كان ماتش كتير حلو الفريقين كانوا بيستهلوا ويربحوا هالمرة كان من حزنة وهيدا إذا بدك هي بتبشر أنه باسكتبورت صار بمستوى معين ولقدم مضبوط هلا أنا فتت بدون ألقاب الرئيس الفخري لنادي الحكمة وكمان نائب البرلمان لبناني وراغب حداد رئيس نادي الحكمة ومحامة أيضا هلا أي لقب هيك بتحبوه أكتر بتصور ما في لقب بوازي يمكن هلا أنا بالنسبة لي قبل كنت حب كتير أني محامة محامة بس لقب نادي الحكمة كمانا لقب كبير رئيس نادي الحكمة لقب كبير ونتمنى أن يكون على المصاري الصحيح لحتى أن نرجع نرد اللقب يكون رئيس النادي بكلمة فيه من الكلمة بمعنى شو يعني هيدا هيدا يعني مسيرة طويلة كتير من الربح من الإخسارة من الفرح من الدموع من كل أنواع المشاعر يلي بتلاقيها يمكن بس بنادي الحكمة ما في بتصور نادي بلبنان أو بالعالم 16-17 سنة دون أي لقب وبعده هل قد نادي واقفة على إجراءه جمهوره متماسك جمهوره حد منه كل الوقت بتلاقي أنه بيروح ناس بيجي ناس تانيين ترجع بتتشجع أن تكون موجودة بهالنادي بإدارة النادي بدعم النادي يعني إحنا قررنا هيدا الشي بالإدارة وجهاد مهمه يعني ما بده يهلا اللقب حتى لألك لأنه جهاد حدا كان من الأشخاص الأساسيين يعني بتكوين هالإدارة هالحالية وهو شخص ديفوتد 100% صار لنادي الحكمة كان يستفزني إلي شخصيا يقوله داعم هاي كلمة الداعم معناتها أنه حدا قاعد ببيته عم بيشو إذا فيه مصاري بآخر الشهر بيبعثنا إياهون ورهو توتلي غير يعني اليوم جهاد أو الأستاذ جهاد بيدخل بيدخل أو بيتابع رحقول أدأ التفاصيل بالنادي ما حلوي بقى يكون أنه بس يقوله كلمة الداعم أو الداعم الأول هيدا شيء منه منه حلو ومنه من عادتنا فأنا اللي اتمنيت عليه قلت له عرفت اليوم أخذنا قرار باجتماع أنه صرت الرئيس الفخرة للنادي قلت له آه واو قدت له قدت له لا هو الفكرة هي أنه نحنا نحنا تيم وإنت بتعرفه وإنت من الأساس بتعرفي أنه مش قصة مصاري مش قصة دعم قصة أنه فيه شغل وفيه كتير شغل وهذا الشغل شخص واحد ما بيقدر يعمله يعني نحنا مجموعة كاملة متكاملة نحنا نحنا منقعد مع بعض 3-4 ساعة بنهار ومنحكي 30 أو 40 مرة بخصوص نادي الحكمة كل يوم فمن دون هذا الشغل نحنا ما فينا نوصل لمحل ومن دون شغل جدي وطبعا يعني هذا الشغل ما حدا بيعرف فيه وقليل يلي بس هو متعب وسائل وبياخد وقت كتير بس من دون هذا ما فينا نوصل على أي نتيجة يعني شو ما واحد بيدفع مصاري إذا ما فيه هذا الباك أوفي هذا الشغل وراء الكواليس ما بتقدر يتوصل إلى المحل صح أي أصعب المعترك السياسي أو الإدارة الرياضية أصعب أصعب ما بعرف بس اللي بحبه أكثر هو النادي الحكمي إث بس أصلا من شانس نادي الحكمي أنه المعترك السياسي واقف هالأيام تسمح لنا لسي الجهادي للمعنى كل وقت هلأ أنا اليوم بدي أعتبر حالة مش موجودة معكم أنا شقة كبيرة أكيد معكم وسعيدة أن جزء من هيدا الإدارة بس أنا اليوم رح كون شخص عم بيوصل صوت الناس لا جهاد ولا راغب كل شي بسمعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلتقى بالناس بالشارع كل الأسئلة وتساؤلات اللي عندها يهون الناس رح نطرحها اليوم أصلا ما فيه كتير باسي كتير طويل أنت راغب كنت بالإدارة القديمة لمدة ثلاث سنين مضبوط وجهاد كنت سنة وحدة رئيس فخري لنادي هيدك السنة هلأ بعيدا عن الإيل والقال أنت أصر جهاد كنت جاي باقي سنة وحدة يعني هيك كانت ديل مضبوط بس العالم تفهم شوي هو كان أنا التزمت على سنة كانت قابلة للتجديد ولكن لأسباب شخصية قررت وقتها أنه هي سنة وخلص وأنه انسحبت من نادر حكمي بآخر الموسم الماضي هيك كانت فعليا يقال أنه أنت بطلت مبسوط وقررت تتنحى صحيح هيدا هي القصة بالضبط هي تنعم هيك راغب أنت كانت جزء من الإدارة القديمة وصرت بالإدارة الجديدة صحيح هلأ أنت كنت نائب رئيس تاني صحيح مع برزيدان ألي أحشوش صح وكان الأستاذ كاميل سعادي أنه برئيس أول صح صار فيه كتير مشاكل بوقتها صارنا نسمع أخبار بالأوف سيزن أنه جهات بدوا يرجع إذا ألي بفله وكل المشاكل يلي سمعناه هون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلنا بس هيدا مش مظبوط هيدا الشيء هيدا الكريم مش مظبوط شو صار أنا قررت أنه فل فليت يعني أنا ما بقى كانت أنا كانت صرت بالنسبة لإلي من جمهور نادي الحكمة يعني أنا ما بقى كانت أعرف ولكن بدي أعرف ولكن بدي أتعرف على شو عم بيصير بالنادي أو بإدارة النادي هذا موضوع كان مش هممني أنا كانت أخذ قرار أنه أنا ظهرت من النادي بس هلأ صار فيه عدة أمور طرينا من بعد أنه أنه إرجع لنادي بس بهذه الفترة مش أنه زعلين ورجع لا كنت أنا أخذ قرار أنه أنا برا بس هيدا بس تكون واضحة مرة لكل مرات يعني ولاب حياتي بهذه الفترة كنت طامح أنه إرجع سمعنا أصلا أنه ما كان بدك جهاد رح إرجع وصل على هيدا المرحلة راغب بظل هيدا المشاكل يلي صارت أنت سمعت أنا وقت اللي استقلت الإدارة السابقة وستقل يعني استقل الرئيس ورجع استقل بذات النهار نيب الرئيس الأول الملف نحط عندي لأنه كانت أنا صرت بالتدريج نيب الرئيس الثاني وهذا الموضوع اللي حضرتك سمعته اشتغلت عليه أنا تقريبا شي شهر وشوي عم تحكي أكتر يعني عم نحكي عم نحكي باجتماعات ثلاث أربع اجتماعات بالنهار عم نحكي بأمور يعني كان كتير اشتغلنا مع جهاد مشان لا حتى تالي رجعنا لناله لأ خلا نحط تصور جديد ونرجع وإذا نحنا ما عملنا هالمبادرة هاي في أمل أنه النادي ما يقدر يكمل وهذا نادي عمره فوق المئة سنة صار يمكن من عمر الاستقلال فخلينا لأ نحط إيدنا بإيدان بعض وتمنينا عليه يعني هي راح تمنى وهو كان كان إذا بدك بده يعرف الصورة واضحة إذا بس وضحت الصورة عنده صار يتشجع يوم ورا يوم يوم ورا يوم لحتالي وصلنا على اللي نحنا وصلنا له بس راغي بما أنه أنت كنت مع الإدارة القديمة وصرت رئيس لنادي الحكمة بالإدارة الجديدة ليش صار اللي صار ليه ما بقيت الإدارة ماشية إذا بدي تعطينا باختصار شو هو الجواب على هذا السؤال اللي كل الناس بتسأله بدي إيلك شي نحنا نحنا بالإدارة السابقة يعني تعقدنا مع لعبين وشكلنا فريق بسكتبول وشكلنا وشكلنا وفريق فوتبول وكننا عم بلش نبرم لحتى ليكون فيه سبونسورية تجي تكون واقفة حد النادي يعني مثل ما كل النوادي بتعمل لأسباب كان عم بيتابعة صراحة الرئيس يعني بهذا كل وقت أنا نايب الرئيسة تاني بعد تكون نايب رئيس بنادي غير ما تكون رئيس يعني الملف كله سوا بيكون بييد الرئيس وكان عم بيتابع مع الداعمين مع الاسبونسورية حس بمطرح من المطارح أنه فيه عقبات أنه يقدر يأمن تمويل كافة ليقدر يغطي هالسيزن هاي فقرر أنه هو يستقيل يفسح المجال لحتى مثل ما قال هو يعني هو كان بخطاب الاستئالي تبعيته قال أنا رح فل بترك بفسح المجال لحتى يكون فيه أشخاص تانيين يقدروا يأمنوا تمويل للنادي حط يعني وهيدا باعتبرها أنا يعني يعني عملية شوي بلاقيها كبيرة بشخص الإنسان وقت يكون هو على قصة قال أنا رح فل اترك وخلي غيري يقدر يجي كرمي للنادي يعني ما رح كون أنا حجرة عثرة بقدر بطريق النادي لحتى يقدر يكمل هيدا وهون نحنا كنا بلشنا صرنا اجتماعات مع الاستاذ جهادي اللي أبدأ كل بأول أكيد لا بعدين صرنا في الاجتماعات بدأقول شغلة هون ما حدا بيعرف قد يجي هاد خلقه ديق يعني كلمة اثنان الثالثة خلص ببلش يمشي صح شو هيدا شو فيه صح صح كان عندي قدرة اني قدر يدعوه بالفعل ومش بس هيك أنا عطول بتسأل بيني وبين حالي ليه راغب بالذات يالي كان اللينك بكل هول القصص ليه راغب بالذات لأنو قلت لي كنت نايب رئيس قبل يقال لأنو أنت كنت كمان مع الإدارة القديمة وكمان مع جهاد هيدا يالي لعب الدور تواصل مستمر حتى قبل حتى وقت أنا كنت قررت أنه ما أنه أظهر من النادي كنت على تواصل مستمر صح نظب شخص مثل جهاد إجا بزمن أنت هلأ اليوم شوي شوي الأيام عم ترجع تتحسن شيء بالبلد بس بالزمن اللي إجا فيه جهاد كان بتصور أنه الدولار كان كتير غالي وسدد ميزانية السنة كلها سواء ما قدرنا ما تواصلنا مع ولا إنسان لأنه كان كان فيه صعوبة يعني الشركات كانت كلها عم بتقلع بعدها بين اللولار والدولار وهالمواضيع هاي إجا الأستاذ جهاد بسنة قال أنا علي البجت تبع النادي لحشيله ما كان فيه أي إنسان غير يقال له تانكيو عكل شي عمله ما بينقال غير هيك تانكيو كلمة قليلي بس ما كان بوقتها بينقال له إلا تانكيو يعني هاي اجتماعات وكذا كذا مشاكل أنا في شغلة وحدة شجعتني أنه أرجع على النادي تماشي مرة ينقال أنه هادا الزلمة كان بيقدر يعمل شي لهالنادي وبرمضه رفل بس هي هاي هاي الخبرية لأنه بتاع أنه هادا النادي بيعنينا هادا ببجدين وبيعنينا من نحنا وصغر بعدين إحنا هون اتفقنا على أنه فيه مسار بدنا نمشي فيه وفيه أبسان داون بهذا المسار وفيه أيام قصص بدأ يمكن نزعل بس اتفقنا أنه نزعل سوا وننبسط سوا واتفقنا أنه كل شي نلاقي له حل كله له حل مهم آخر شي استمرارية ودايمومة النادي لحتى لنقدر نحنا نكون موجودين هلأ نرجع نعطيه لنس ورانا من بعد ما نحنا ونكمل من جيل مثل ما نحنا استلمنا أنا بتذكر كنت من عمر ابني بس كنت وقف على بواب السيارة وصرخ للحكمة شو هالعشق جهاد للنادي يعني أنا بشوف أوقات الولاد الصغار يعني ما بعرف ما بين حكها شعور ما بين وصف بس شوف هالولاد قد يحبوا هالنادي ومثل ما سبق وذكر راغب أنه عشرين سنة بدون بطولة يعني بزيد يعني شي مش نرمال وانا دايما بقل له نحنا حتى نحنا مش عارفين إذا بدك قديش قديش هيدا النادي بيعني بمجتمعنا اللبناني بس نحنا مؤتمانين بعرف أنه الفوز كتير مهم بس نحنا يعني مؤتمانين على نادي بأقله نحنا نقدر يعني نخليه يكون عم نعمل كل الجهد ما عم ما عم نوقف ولا أي جهد حتى اللي يكون نادي موجود نادي نكمله استمراريته ونادي يكون عم بينافس أكيد أقله بهالموسم هيدا هنشوف بعدنا النافس جديا طبعا عم بحكي وأكيد المواسم اللي جاية رح تكون كمانا فيها تقدم وفيها رح نحكي عن هول القصص تم تعيينك كرئيس لنادي الحكمة لا تم انتخابه تم انتخابك تم أكيد انتخابك كرئيس لنادي الحكمة شكلتوا لجنة من 11 شخص على أي أساس تم اختيار هيدول الأشخاص أو شو الصفة يلي أنتوا كنتوا عم تنبشوا فيها بكل شخص تتقولوا هيدول الأشخاص بدنا يكونوا معنا بالمجموعة هذا السؤال لامين تقالكم تنيني تكون أكيد أنا رح حكي شغلي والبرزيدان بيكمل بعد شغلي تاني نحنا وقت اللي صار فيه استيقالة من الهيئة الإدارية السابقة إذا بدك صار فيه شوي أراء مختلفة بين الجمهور وبالجمعية العمومية كان فيه ناس مع كان فيه ناس ضد كان عندنا كريتيريا بالأساس أنه ما يكون فيه أشخاص وفيه أشخاص يعني راح يتقفون إذا بدك بالمدافعة عن فريقان يعني هذا كان واضح على وسائل التواصل الاجتماعي كان عندنا هدف الأول أنه نقي أشخاص يكونوا أكيد كلهم بحبوا النادع إن كان هون ولا هون مش مختلفين فيها بس كان عندنا أشخاص أنه ما يديقوا ما يديقوا الفريق الآخر إذا بدك هاي المستفزين هاي كان الاتفاق بيني وبين الاستاذ جهاد والاستاذ جهاد كان فيه عنده أشخاص كمان يعني موجودين إحنا مجبوري نقي من الجمعية العمومية اللي موجودة بدي يكون صار له أكتر من سنة صح هلأ فيما يتعلق فيك أنت أهيان وحدة أنت الوحيد اللي طلعتي على الهوى مع الاستاذ إلي نصاروا في تحتين نباس بس والله أنا عدوة بالجمعية العمومية أنت عدوة بالجمعية العمومية من أكتر من سنة وأنا حاضرة فأنتك أنت أهيان وحدة في تحتين نباس عاكل حال عاكل حال فيما يختص أنا كان في كان في مشكلة وأنا ما كنت مش كنت رح رح أجي ب كيف ما كان أو شو ما كان نحنا نحنا اللي عملنا أنه مثل ما قال راغب نحنا في مجموعة أسامة اتفقنا عليها ويلي هي ما بتستفز حدا ويلي هن ناس بيحبوا النادي وناس بيشتغلوا للنادي وناس يعني في عندهم عندهم اندفاع وعندهم كل واحد خصوصيته بالنادي وكل واحد بيساعد بطريقته قدام مهم جهاد الاستمرارية بها يدلجني بغض النظر أنه ممكن يصير تعديلات عليها ممكن أشخاص تفل أشخاص تجي بس الاستمرارية بالنادي هي يلي كانت عم بتوقع النادي بكل هالمشكلة نحنا فيه شغلتين نحنا تعهدنا أنا وراغب أنه نأمنهم بمعزل أنه إذا بنربح أو بنخسر شغلتين أول شغلة هي التوحيد نحنا قررنا أنه بدنا نوحد هذا النادي يعني بدنا نطلع من هيدا العملية أنه إذا بيجي إذا بفل جهاد بيجي راغب محله بيشيل كل يلي كانوا بالنادي يشتغلوا مع جهاد بيحط جمعته نحنا اللي عملنا نحنا جمعنا الكل نحنا طلبنا أنه يلي بده يجي على النادي ما في أي ما في حدا مش مرحب فيه هيدا واحد هيدا نقطة كتير مهمة راغب أنا أفعال عم بيحكي نحنا بس التفقنا عليهم نحنا سبتناهم في أشخاص كانت كتير قريبة من الإدارة الأديمة وهلا بمراكز هيدا صحة فكرة وبذلك أكتر أنا في كتير أصحاب إلي يلي هني يعتبروا من المستفزين إذا بدك ما خليتهم يجوا لأنهم لأنهم نحنا هلأ بدنا نعمل عملية جمع هودا طبعا لهم بيجوا بمرحلة لها ما نعمل أول شي في شغلتين أول شي هي الجمع والاستمرارية استمرارية هي اللي هي بمحل ما استقرار يعني استمرارية شوي استقرار مش بس استقرار معنى كل شي استقرار إدارة كله 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 إذا ما بتعملي هالشغلتين ولا فيك تربحي ولا فيك توصل إلى المحل يعني بتعملي هالشغلتين بتأمن هالشغلتين وبعدين منشوف كيف نربح ومنخسر وبالنسبة ل يعني كان عم بيحكي راغي بأن أنا 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 بدي إربح اليوم مش مش بكرة اليوم أنا حابب إربح بس نحنا ما منوعد أنه رح نربح نحنا منوعد أنه رح نعمل كل شي بإمكانياتنا تنقدر نوصل على أحسن نتيجة ممكن وإن شاء الله تكون النتيجة هي الربح كنت بدأ إسألك راغم هذا السؤال وكان عم يحكي عنه جهاد أنه شو الفرق بين الوعود والأهداف يعني كمان جمهور النادي تعب من الوعود كل ما يزجع حدا وعود ما حدا بيضاين أكتر من ثلاث سنين جهاد إذا بتطلع على التاريخ شي البرزيدان أنتوان شويرة قصة مختلفة من بعد فيها عدد لك ما بيسيعوا يمكن العشر أصابع كم رئيس إجا وفل ما ضاين بالنادي هذا هو السؤال الكبير اللي عندي عطول ليش بيفلوا من النادي لا لك سقالتيني أول شي شو الفرق بين الوعود وبين الأهداف الوعود اليوم مثل ما قال لك لك لأنه نحن اليوم نقعد أنه نعمل نحن كإدارة نقعد أنه نقدر نعمل أكتر جهد نوصل لأنه يكون في عنا فريق عم ينافس بس الأهداف ما أنا وإستاذ جهاد نقدر نوصل عليه هذا مجموعة أشخاص كامل إن كان من اللعيبة إن كان من جهاز فني إن كان من لجنة فنية إن كان من لجنة بسكتبول إن كان من من الجمهور هذا عمل متكامل كل وسوال حتيني نوصل على هذا الهدف نحن حلقة حلقة أساسية من هذا الهدف بس الهدف هو مجموعة أشخاص كلها تشتغل فأنا نعود عن نفسنا نحن نحن نخلي جهد ما نعمله نوصل للنادي بس الكل بدي يحط إيدنا نحن لوحدنا ما نبدأ نعمل شي أنا إذا حطيت أعجبت أهم لاعبين وهاللاعبين ما كان فيه كواليزيون وبيناتهم عرض الملعب ما لعبوا بيروح رياضية شفنا ما كان فيه كل الفرق بتعمل تعمل دروب ما فيهنا نعمل شي أنا هدفي كانت أنه أربح بس إذا هني ما ساعدوني بالهدف كيف بعمل أنا هاكون حال راغب يعني البازكت هي كامستري سبورت كمان ما بدنا ننسى إحنا قطعنا هيدا الشق كمان إنه كان فيه أورادي فريق راكب جهاد فل أغلبية الفريق فل كوتشغستان ساركيس كمان فل كمان كتير نحكي عن قصة كوتشغستان هو كمان أحكي أنا حضرتله مرة وشي إنه كانت قصة في بعض الأشخاص ما قبلوا يدعموا النادي بوجوده نحنا اليوم ما بدنا نلاقي أعذار يعني إيه مظبوط لعم تحكيه صح إنه الفريق ما كان متجانس ومبركة مش هيدا الفريق أساسا يلي كان لازم بس نحنا هلأ اليوم هون والكوتش تغير هيدا كله صار إذا بدك هيدا من الماضي نحنا اليوم نحنا أخذنا نادي نحنا تعهدنا ناخد نادي عارفين كل شي مش أنه مش أنه تفاجأنا أنه نحنا عارفين الواقع نحنا أخذنا هيدا هيدا وقالنا أنه نحنا بالموجود رح نعمل أحسر شي وهيدا اللي عم نعمله يعني ما بدنا نرجع أنه الفريق ما كان راكب بركة هيدا اللاعب كان لازم نغيره وبركة ما كان لازم نجيب لا لا نحنا نحنا هيدا كل المسؤولين بتأثر هيدا شوي يعني بتأثر فريق ركب فجأة غيرنا كتير أجانب كمان هيدا الشي بيلعب ضدنا أنا الحيبة بقليك أنه نحنا فينا هلأ لقيلك وأنا وراغب من لقيلك 100 عزر بكرة إذا لازم هلأ خسرنا بس نحنا ماش عم نحكي عزار نحنا عم نحكي واقع الواقع مثل ما هو تقبلنا وهلأ نحنا ماشيين فيه وعم نحسين بس بهذاك الوقت نسحب بفريق دينامو وكان صار فيه لعيبة فمنحنا ارتقى تعين كوتش جاد الحاج ارتقى أنه فيه لعيبة بيقدر يجيبوا بلاس على هالفريق هيدا اللي صار جبناهم على الفريق رفقنا نحنا وياهم يعني وجبناهم على الفريق بنظروا كان كوتش جاد الحاج أنه هيدا الفريق بيقدر يكون عم بنفس بمطرح من المطارح هلأ لأي درجة بعدين بيصير فيه مثل ما قلت منطول لحتلي نطرنا رفاة الفريق مع بعض بالنسبة للأجانب تعذبنا كتير يعني احنا استلمنا الإدارة بنوفمبر كانت البطول نبلش بأكتوبر يعني وكل مرة نقدر نلاقي أجانب عصلا فيه صعوبة لحديث هاللحظة بعد عند عدد كبير من الفرق عم بيفتشوا على على بوزيسيونيات معينة غير متوافرة بعد هاللحظة وكيف بالأحرى بشهر 11 يعني أو بشهر 12 هذا اللي تعذبنا فيه السنة بتصور هيدا المشكل بالذات على سنتي جي ما رح يكون بقى عن نية لأنه نكون عم نأسس لفريق من هلأ نحنا على بكير لسنتي جي هيدا الموضوع بيكون محلول يعني بفريق سنتي جي عكل حال بداية كانت كتير منيحة الجهاد يعني البداية كانت منيحة هلأ البعض بيقول زمطت الحكمة بكم جيم بالنهاية أصلا البطولة من نهينة ثلاث أجانب على أرض الملعب من نهينة البطولة صعبة تعد هيدا السنة كتير يعني عم بتكون الجيمات حلوة بس أنه في جيمات كان فيون يكون نتيجة كانت مرتاحة أكتر الفرق بين هالموسم وموسم الماضي أنه هالموسم ما في فريق ضعيف يعني هلأ صار كله فرق بنعمل لحساب ومش أنه هيدا خلاص بج لا لا كل فريق لو حسابيته وكل فريق بس أنا بد أرجع على عم لك أنا هلأ أنا وراغب فينا نعملك ليحة أعذار قد ما بدك لأنه إذا لسما حلف نقلك لأنه مدري شوف نحن نقول لك نحن عارفين تماما شو عنا عارفين تماما تحدياتنا نحن اخدينا على عتقنا وين منوصل نحن بأكد هون أنه إن كان راغب أو أنا منكون عملنا أكتر شي حدا بيقدر يعمله ونحن منتأمل طبعا نوصل على الربح بس أنه نحن بهذا بالوضع يلي هو نحن عم نعمل أكتر شي حدا ممكن يعمل ما بتصور بيقدر حدا يعمل أكتر من هيك وإن شاء الله بسجهات حاطت براسك مثلا إذا أنا ما وصلت في نال يعني في شيلة هيدا السنة أو منك حاطت هود القصص أنت بي رأيك أنا بدي بلش ابني هيدا السنة بالنسبة قلنا نحن 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 بعد ناقصنا كن ننزل ونشويت هيدا الوحيد اللي بعد ما عملناها بالوضع القائم ومن دون أعذار أهم الشي أنا ضد أعذار وأنه مدرشو لأنه كان لا 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 من دون أعذار من دون شي أنا بأكد وهيدا وهيدا هون بتواجه للجمهور وبقول أنه بأكد أنه نحن عم نعمل أكتر شي ممكن نعمل بالوضع الحالي لنوصل لأحسن نتيجة وإن شاء الله النتيجة تكون الربح هلأ هي الدرابيا اللي صارت صارت بدوباي مين لراغب وشفنا كمان راغب ردة فعلك كانت آسيا وكتير نحكى فيها أنه رئيسنا دي الحكمة أنا بلاعبينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هلأ على هيدا الموضوع هاي فيها خبرية مهضومة بس تكوني عارفة خبرونا إياها هاي دي وراء الجيم وراء الثاني جيم يعني في جيم قبل أول نهار خسرنيه ثاني نهار كمان أخسرنيه وكنا رجعنا على القتال وقعد أنا وجهاد ومعنا كان مجموعة من الأصحاب هني عم بيحكوا وبتعفي مثل عادة هيدا لو عمل هيك وهيدا لو عمل هيك أنا كل الناس كوتشز كلهم كلهم بس أنه آخر شي أنا إنسان يعني أنه بقدر عصي بقدر إزعل متل ما كل هالناس بتكتب شي ما فيه هيك خمس دهاي انسحبت صاروا عم بفتشوا علي طلعت قطب هالقوضة بالفوق عم بغلي كانت ما بعرف نين بدي يبلش بدي أكتب شي بلاشت بكتبلون وورنينج بكتب ما بعرف يمكن اللي عملته صح يمكن اللي عملته غلط كان في كتير قراء حول هيدا الموضوع أنه رئيس نادي ما لازم يكتب على الصفحة عنده أو لازم يعني يحكيهم ديراكت ما بينشر غسيل وبر أنا صارت إنسان آخر نهار عصب وتكتبته متل ما هني في ناس أغلبية الناس كانت أنه يعني الجمهور أكيد كان لغته متل لغتي كانت ما كنا كلنا معصبين يعني شوصا أنه كان فيه إذا أبدك تطمينات من الجهاز الفني وقتل عطيوني وصلنا على الجيمين مثلا كان مفروض نربحه ونخسرناه جيمين كانت شوي يعني قاسي علي يعني اعتبرت إنه حتى اللي رح نربحهم بابا عيواصلونا وخلص كانت ردة فعل إنسان معصب هيك أنت بتوصفه آه لأد طيب من بعد صار فيه عديد من إذا فينا نقول راغب بدي إيلك شي إنه حتى يعني كثير من اللاعبين وصلوا معي حكيوا حكيوا معي وكانت ردة فعل كمانا اللاعبين كانت إيجابية شوي بمطار طارق لأنه إبريت هذا نحن مظبوط اللي كتبته بركين في مطلح من المطاري هو قلبه طيب كتبك تنهار رح تعشى مع الفريق في ناس كذبت رغب يرضى بسرعة شكله لا مظبوط قاله هيك بس إنه حتى هذا فريقنا يعني هذا هو نحن هلأ كنت عم تقيل عن الأهداف إحنا هدفنا إذا بقى نوصل إن الاند ريزالت عندهم بدي يجي من عندهم عرض ما بدي أنا مني جاي لحتي لي خاصمون أنا جاي لأقلهم إنه أنتوا في شعب طويل عريض وراكون بتكون تعفوا قيمة التيشت اللي عم تلعبوا عليا ما فيها ننزل نتمشى عرض الملعب ما فينا يعني ليه أولاك صارت هيدا الدراب راغب هي مجموعة مجموعة أمور مجموعة عوامل تقوا مع بعضون وصار اللي صار هلأ اعتبرنا أنه طوينا الصفحة بس رجعنا على بيروت خدنا قرارات شوية كانت يعني آسيا تفهموا اللعبة تفهموا الجهاز الفني شكلنا لجنة فنية يعني أعضاء اللجنة الفنية هنا أشخاص كمان تاريخهم بيشهد للنادي وعم بيعيشوا كل يوم معنا هلأ صاروا أجواء البسكتبول عم بيكون في عندي متابعة حسيسة كتير للتيم بالأغلاط كلها كل يوم عم بيجيني ريبورت شو وين صار في أغلاط بالجيم شو صار شو البوزيتف شو النيغاتف وين قدامنا وين رجعنا بتصور هذا كله بيرجع بغض النظر عن النتيجة إذا عم بيصير فيه نتيج أو لا اللي عم بيقولوا للإستاذ جهاد أنه نحنا اليوم هدفنا نكون عم نبني عم نحط مدميك يعني بيتوم رتب ثابت ثابت للمواسم اللي جاية قدوم جان عبد النور كانت خطوة كتير إيجابية والكل قال ليش جان بالتحديد ليش جان تم تعيينه كتكنيك الديركتور وفيه كمان أكيد اللجنة الفنية إبراهيم دونيا إليم شنطف وبدر مكة أول شي كيف قررتو اختيار هول الأشخاص تاريخهم بيشهد لقلهم بالنيدي جماعة آتلوا للجيرزي قديما وأكيد النولدش طبعهم بالباسكتبول وبطريقة إدارة هذه اللعبة عالي جدا وصلنا على اللفل بالتعاون مع جان يلي جان عم بيكون بكل التمرينات يلي هو جان خبرته كبيرة كتير جان شخص مثل ما كل الناس بتعرفه مرتب ريء بيستوعب بيقدر يحكي مع اللعبين بيرواء بيهدوء بيقدر يتابع معهم كمان اللعبين أيام بيكونوا يوم أب يوم داون أيام بيكون في عندهم أمور بركة شخصية مدايقتهم بيقدر يتابع كل هالمواضيع معهم غير التكنيكل كمان هو عم بيكون إلى جانب الجهاز الفني كله عم بيكون موجود كل يوم بالتمرينات من ضمن الكادر الإداري صار بذات الوقت عم بيكون فيه اجتماعات مع اللجنة الفنية اللي هي كمان عم بتتابع الأمور وعم بيكون فيه اتفاق على مواضيع مهمة عم نتقدم فيها أكيد عم بيكون يعني عم ننقل الاتفاقيات اللي عم نعملها باللجنة الفنية بحضور جانو حضور راغب سامير سامير صالح وينه موجود كتار عم يسأله إذا سامير بعده بالبوزيشن طبعه أكيد سامير نائب رئيس النادي أو سامير إذا بدك اليوم إذا عم بيسأله أنا هاي من ضمن اللي قلتيلي إنه بتخدي سؤالات الناس بالشرح أكيد إنه سامير كان على البنش بطل على البنش سامير إذا بدك اليوم انتقل من الجنة المعلوم للجنة المجهول اليوم سامير عم يتابع معي المواضيع كلها كاملة سامير هو رسميا رئيس لجنة البسكتبول نحكي مع بعض مرتين بنهار كان فيه اجتماع نهار لتنين كمان عدت أنوية ساعتين سامير موجود سامير نائب رئيس النادي جهاد ما بتتابع سوشال ميديا أبدا لا زيرو زيرو لا لا أبدا أريح أكيد بس أنا ببعطلوا يوم إذا طلع عمالوا يفتحون إذا أنا ببعطلوا يوم بخاف ما يكون فيش مصيبة بالأول عدين بتطلع فيهم وبعدين يعني مرأت بفترة وينت كنت عم بتحق يعني بالصيفية الماضية كنت عم بتحرب كتير كتير بشكل كتير آسي على السوشال ميديا وما كنت أتطلع كانوا بالمكتب يجوا الشباب يعني المعنى يجوا يقالوا لمدربين حكي مدربين ولا يعني ولا فرقينة معي ولا هم من الموضوع وبعدها أريح يعني أريح بكتير أكيد واحد بيصير إذا بده يقرأ شي مش ميح بيطلع على الاسم مين هيدا ولاش وكيف بقى هلأ مرات صرت من وقت لا وقت بتطلع بشري بيسألهم شو ترندس وشميها تلوع ونزول بي الولي وخلاص بكتفهم هلأ أتعد فترة هيدا وقتها دروب الفريق راغب صارت الناس كلها تكتب بدي أعرف أنت تضيقت وقتها صارت تقول العالم ما بيفهموا بالباسكت هل إدارة ما بتعرف هيدا كذا في أيام تعليقات أنا بتابع أنا بعكس أنا بتابع وبرد أيام على الناس هلأ مش كتير بس برد أيام على الناس بيوصل لك برد أيام بيوصل لك أكيد بيوصل لك وعلى دايريكت ميسج وعلى وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب بيبعطول في ناس في ناس مظبوطة هي بركين بتحب بتحب النادي بتفق يعني بركين بتتابع باسكتبول تعطيكي أراء أيام فيهم يكونوا يعني أيام بيعطيكي رأي بتفكري فيه ونحنا جميع عم نسمع يعني ناخد الأفكار بخضبة عن الاعتبار بس اللي بيديك أن العالم اللي بيقلبوا المواضيع على الشخصة وبيقلبوا المواضيع بيصيروا يفوتوك يعني يا أما بيحكوا بالشخصي بأي حق بالإدارة باللاعبين بالجهاز الفني رغم حتى سمير يعني نظلم ببعض الموضار كتير نعمل عليه كتير نحكى عن سمير على فيسبوك أنه هو يمكن منه قد هيد المسؤولية وكله للقصص يعني كان على سمير كان على علينا كان على الجهاز الفني كان على اللاعبين يعني فيه اللاعبين عملوا يعني صاروا داون على الآخر من ورا ما صاروا يكتبولون يعني صاروا يكتبولون دايريكت مسج واتساب يبعطونوا على تليفون أنه الجمهور كمان بدوا شوي يعني يروي نحنا نحنا إذا هن يعني بفهمون يعني متعطشين اليوم على أنه يكون هالنادي عم بيربح بعد 20 سنة بفهمون أكيد بفهمون بس الربح ما بيجي كمان بليلة وضحاها يعني اليوم النادي بركن على مسار صار له هلأ مؤخرا آخر 3-4 سنين أو كذا على مسار بين وين كان النادي بين الديون اللي كان غارق فيه وكان كلهم يقولوا أنه نادي الحكمة ببقى كان حيقوم هين المسار اللي عملنا يعني أنا كمان بمطار المطار بفتخر أنه كنت عضو بهيديك الليجن الإداري السابق لأنه من عمل شغل كمان كتير كبير يعني وعلى كذا صعيد يعني بزقفه للي واصل آخر واحد بس هو في عندك أول واحد ركض بسرعة والتاني ركض بسرعة لو وصل الثالث دونك نتمنى أنه هالمسار نحن نكون نحن اللي واصلين فيه على الآخر ويزقفه لنه شو هلأ كنا عم نقول أنه الجمهور بيخسر الفريق بيزيد الجمهور هلأ الجمهور صار عم بيطالب جهاد بملعب أكبر اللي يخففه طلبات شوي حقه صراحة يعني حقه يطالب بملعب إلو ملعب أكبر وملعب إلو بس نحن هلأ مش بهذا الوارد هيدا إذا بدك هيدا مشروع بيدغضغنا من وقت لوقت نحن وهيك منحكي فيه بشكل عمومي بس بعد ما فتنا فيه بالعمق وبالتفصيل نحن بعد عنا بعد مشكلنا ما نحلت كلها عم نحل عم نحط كل شي على السكة صحيحة وبعدين نشوف إذا نقدر كل العالم تقريبا بتعرف أنه 3-4 باعل جهاد مسؤول عنه بنادى الحكمة وهيدا شي عبق كبير كمان هيدا السنية من أعلى البجايات بتاريخ الحكمة لأنه كان في عنا كمان غير التبديلات الأجانب التي صارت كمان كان في عنا ستل من تعملناها كمان مع عدد مظبوط هيدا عدق كبير جهاد كيف ممكن يصير هالنادى مثل ما أنت أصلا قبل جهاد يصير هيدا نادى مؤسسة مثل كل شخص يحاول أن يقلب عم مؤسسة شو الستابس يلي بلشتوا تاختو أول شي نحن نقلب عم مؤسسة وعم نقلب عم مؤسسة وعم نشتغل على هالأساس طبعا هيدا هيدا الأمور بتبين تبيع هلأ بالنسبة للبيجي صراحة كانت الفكرة الموسم الماضي أنه بندفع الببيجي يرجع يقوم نادي الحكم وهيدا السنة لو إينا لو بيئت مرت السنة الماضية يعني لو مصر في هذا الفل تبعيته كان أنا برأيي كان بيكون الوضع مختلف يعني كان المصاري اللي بتنحط على صعيد شخصي بكون أقل أو على صعيد شخصي أو على صعيد كتير ناس هي عم بتساهم معنا أكيد في كتير ناس عم بتساعد مش هيك أزر سعمل فيه بارت كبير بنا نتشكرهم أكيد فإذا بدك هذا موضوع الفل والرجعة أثر سلبا يعني أنا بعترف أنه أثر سلبا على على اللي عم بتقولي يعني أنا كان بتفكيري أنه هالسنة كان مفروض يندفع أقل من دفع سنت الماضي مش مزبوط ما صار هيك بس أنه بالاستمرارية الأراد لسنت جاي مفروض نكون لأ نحنا مضبطين حالنا بشكل مختلف تماما أنه هذا التراستي اللي عم نخلقه اليوم مع السبنسرية كلهم يعني مشكورين وقفوا حد مننا وإمنوا أنه هالإدارة بدأت نحتعمل شغل وقادرة تكمل ورح ضل تكون على المساري الصحية وقفوا حد مننا السنة مثل ما قالك البرزيدان أكيد ما بيقدوا البجت أكيد نحط البجت أعلى بس كل إيمان أنا أنه بالنتيج اللي بعد معقول نقدر نحققها لقدام سنتجي كمان بعد رح يكون في معنى سبونسرية أكتر وعالم تأمن أكتر بعد بالنادي بتوقف حد النادي من دون شك اللي عم يقولوا أنا مقترع فيه مية من مية هلأ ما رح تصدقوا كم مستاج جانا السؤال هو سألي لنا جهاد باقي طالما راغب باقي جوابك على السؤال كيف معك ما بدي جواب محاميين بدي جواب لا ما هو قالك أدي باقي راغب أربعة سنين بعد في ثلاث آه الولاي لدي خلاص الولاي يعني هيدا وعد من هون لجمهور الحكم أنه أنتوا باقيين لا بي هيدا النادي كل هيدا الولاية إذا فينا نقول هلأ هو مزبور لأنه هو على رخص طلع سؤال مزبور هلأ كنت إذا رغب هلأ هو لا بيهمني أعرف شو رأيك جهاد بهيدا الموضوع للا رضي للا رضي نحنا عم بقلك نحنا عم نبني مؤسسة مشتا ونحنا بعدنا بأول طريق بعد في كتير شغل نحنا رح يعني لك أنا إذا إذا كل شي ماشي متل ما عم نفكر نهاريا للجهاد بفلي يعني النادي ما بقى حاية الجهاد يعني خلاص صار بمشي واحده أعطيك الجواب الكيف هلأ عن جد العلاقة بينتكن جهاد وراغب كتير أنا مرت غيراني بشكل أنا مرت غيراني ما بعرف مرته بس أنا ما فيها نعمل 30-40 تليفون بالنهار أصلا كنت عم بفكر أحكي مع شركة التليفون نشوف إذا بيعملونا نحنا أنا ويه أدى هيدا شي مهم أكيد هيدا مهم على فكرة بكل أعضاء اللجنة الإدارية صحيح بس أنتو كمان عواميد متل ما بيقولوا هيدا اللجنة أدى مهم هيدا الانسجام هيدا الشغلة أساسية وهيدا الشغلة نحنا حارسين عليها لأنه نحنا نحنا نعرف أنه إذا مننا متحدين هيك متل ما نحنا اليوم بنا نفشل حتما هيدا الأمر ضروري بتبلشوا هلأ بيظل هيك الأبسان داونز يلي عم يقطع فيهم الفريق عم بتفكروا بيسنت الجاة هلأ مثلا أكيد بالتركيبة أكيد 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 هي هاي الاستمرارية هاي اللي عم بحكي عندي فريق الفوتبول شو بو كمان يقال أنه عم بتجربوا تركبوا لجنة تشبه اللجنة يلي عم بتساعد بفريق كرة السلة صحيح أعطينا أكتر تفاصيل فريق الفوتبول استلمته أزئز أنا استلمته كان معمول أم بلش كان عم بيلعب كان صاله شهرين يمكن أو ثلاثة عم بيلعب كان بلشت المشكل فيه على رأسه بول رستوم رئيس الجهاز الفني أم صراحة أقولك أنه ورش العمل كانت كتير كبيرة بالنادي بس اللي أخدته وعد على نفسي أنه هيدا الموسم بده يقطع طلبنا من بول قد ما بيقدر أنه يحافظ على الفريق بالدرجة الأولى وقفنا حد الفريق كان فيه أمور شوي مادية علاجناها ضغر بسرعة نحنا والإستسجيهات مشان لحتالي ما ترتد سلبا على اللاعبين فيه صعوبة بتأمين سبانسرز للفوتبول؟ زيرو سبانسرز يوم الفوتبول ما بيستهويهم للسبانسرية أبدا السبانسر كيف بيجي؟ بيجي على ضغط جمهور بيجي بيجي بديوا عمل آخر شي دعاية للبراند طبعه يوم وقت الفترة طويلة كان الاتحاد مانع أنه الجمهور مزبوط كان فيه عقوبة ووقت اللي تكون أوقات المتوشة هي أوقات ما بيكون في حد أحد الساعة واحد ونص الضغر تنتين الضغر أنه ينبدو يعني تصور هون في دور كبير كمان للإتحاد يقدر يشجع يشجع اللعبة ويشجع كمان تتطور ويصير تتقطب يعني كمانا سبانسر صح فيما يتعلق بفريقنا رح نمشي معه سنت الجي يعني بالموسم الجي رح يمشي مساره مثل ما مشينا بمسار البسكتبول أكيد أنه رح يصير فيه تعديلات على الفريق الموجود هلأ بس للجميع اللي بتشكك أنه أنه الفوتبول أنه نحن الإدارة ما بدنا الفوتبول أو ما منحب الفوتبول أو جايين بهدف نسكّل الفوتبول بطمّنهم من هلأ أنه هذا شي ما حيصير هلأ مظبوط معقول يصير فيه فريق للبنات؟ بس أنا بدي أعليق على الفوتبول أنا المتهم بأنه أنا بحب الفوتبول وما بدي الفوتبول هو أنا أنا المتهم بهذا الوضوء أنا بالنسبة لأنه أنا بدي أزيد على اللي عم بيقوله راغب أنه الوضع الفريق الفوتبول بالميزانية المحطوطة وبالنتاجة اللي عم بيعطيها طبعاً هذا الشي غير مقبول وغير مسموح عم بقولها مثل ما هي الراغب وأنا أخذنا على عاتقنا أنه موسم الجي رح يكون رح تكون الأمور مختلفة رح تكون نحنا رح نكون جديين أكتر رح يكون إذا بدك في فوكس نحنا رح نعمله أكتر مثل ما عم نعمله على البسكتبول رح نعمله على الفوتبول بس بأرقام و بإدارة و بهذا منطق يلي هو هالسنة أنا بقولك و بقوله ما كان في شي منه من المنطق فمشين هيك أنا متهم أنه أنا ضد الفوتبول أنا ضد الفوتبول أنا ضد يلي عم بيصير بنادر حكمة بالفوتبول كان نحنا أخذنا على عاتقنا أنه سنت الجي رح يكون منظم ومزبط بالشكل الجديد وبشكل يقدر ينافس طبعا بالنسبة لفريق البنات طبعا أنا هيدا بتمنى أنه يكون في فريق بنات ما في سبب وما في مبرر أنه ما يكون عندنا طبعا هلا أكاديمي أكاديمي فريق الحكمة راغب كتير مهمة يعني نحنا نشتغل على هيدا الموضوع لأنه مثل ما سبق وقال جهاد إذا بده يقلوا بالنادي على مؤسسة في كتير عوامل وحدة منهم الأكاديميات شو وضع أكاديمياتنا دا الحكمة هلأ عم تشهد توسع يعني تصور مهمة كتير يعني اليوم نحنا من الأربعة تشهر لليوم صار فيه تقريبا أربع مواقع وهلأ عم تجهز الخامس يعني عم نغطي تقريبا كل المناطق مشان لحد تلك يكونوا الولاد موجودين وما يعزبوا أهليهم يقدروا يكون المسافات بعيدين هذا شي كتير مهم يعني نحنا أصلا كل هدفنا نحنا هون موجودين مشان الأول شي الفريق يضال موجود وولاد شعبنا يكونوا عم نغزي فيهم هالروح الرياضية هاي من هني وصغار لحتالي نبعثهم عن كل الأفات ما في شي بيبعث شبابنا عن الأفات كلها إلا الرياضة ونحنا بقدر ما منوسع على الأكاديميات بغض النظر إذا بتعمل مدخولة أو لا يعني الأكاديمي مهمة بغض النظر عن مدخولة قد ما أنت فيك تجمعي هالأولاد يجوا على الأكاديمي ويتمرنوا وينبسطوا ويعيشوا جو الحكمي كله سوا هو هون الهدف هالأكت عم تذكر شغلة كمان جهاد قصة أنه فيرجن كل الحجز عم بيصير أونلاين هذي أساس مهمة يعني تطور بمحل معين كمان إله كتير إيجابيات هادي بداية من اللي عم نحكي عنه هلأ راغبك عم بتفق مع شركة شركة إنماين رح تعمل أبليكيشن رح يكون شغلة متطورة أكتر ويعني نحن طامحين إذا بدك نكون أفضل نادي على كل المستويات على جميع المستويات يعني نحن نكون السابقين نحن نكون يلي كل النوادة بتطمح تصير مثله هيدا الهدف إذا بدك شوي شوي عم نحيولها من الصالح طيب راغب جمهور نادي الحكمة صار فيه مخاصم صغيرة رجع مش الحال شو صار؟ كمان الناس عندها علامات استفهام على هيدا الموضوع مخاصمي معنا؟ مع الهيئة؟ تم توقيف الألترز من قبل النادي في بعض الأشخاص توقف لا هاي أنا ما بسميها مخاصمي هاي أول شيء أولادنا أولاد النادي وأنا البي بس بس يعمل ملاحظة لابنه ما بيكون عم بيخاصمه يعني أنا إذا بعيت على ابني ما بيكون عم بخاصمه بس أنا وسائل أمور قطعت عن حد معين أنا أكيد بهمني أنه يكون فيه جمهور مستشرس مع فريقه بهمني أنه يكون مبسوط مع فريقه بهمني يكون عم بيشجع فريقه عم بيروح أول دوي مع فريقه بس أنا ما بهمني يتخطى خطوط ما بتعد تشبه النادي ما بتعد تشبه الفريق يعني بعدنا عم نقلك نحنا بهمنا أن الفريق يكون جوه حلو أجواء ورياضية حلوة جايين لحد تالي نعمل فريق يكون بيشبهنا مش لحد تالي نروح على مطرح ما يشبهنا وقت اللي صار فيه أمور ما بتشبهنا قطرنا ناخد شوية إجراءات نحنا وياهون بتصور هني هلأ بمطرح هني مبسوطين كمان يعني بتصور هني بمطرح هلأ مبسوطين ونحنا بارح شفنا صورة حلوة كتير بارح بالجيم شفنا صورة حلوة كتير وقبل منه كذا مطرح مرة كمان وقت اللي عملنا الجيم وقت الاتحاد أخد قرار بحقنا جربنا الولاد الماينس فورتين شفنا صورة رائعة للنادي نحنا بدنا من الماينس فورتين للأبوف ايتي ناينتي ظل موجود بالعكس نحنا مسار طويل مع هيدا النادي بدنا إياهون كلهم يكونوا موجودين بدنا بس أنه يكونوا الصورة تظل صورة حلوة بدنا ننقل للعالم بدنا ما ننسى دايما أنه هالشباب اللي متحمسي اللي عم بتشجع فيه ولاد صغار هالولاد صغار عم بينقلوا هالسقافة عليهم وأكبر دليل بس جبنا الولاد الصغار على الملعب غنوا ذات الأغاني اللي غنواها الكبار ها هو بالتالي وقت اللي عم بيسبوا بالملعب سوري أو عم بيقولوا كلمات بزيئة أو عم بيقولوا أغاني مانا حلوة عم بينتقلوا على البيوت إن كانوا الولاد بالملعب ولا اللي عم بيحضروا بالبيوت عم بيرجعوا يرددوها على على مسامع أهليهم هاي وهذا الشي بصير عندي أنا ببيتي يعني أنا ببيتي بصير هيدا أكيد ببيوت العالم عم بيسير وأنا لا بسمح أنه سير ببيتي ولا بدي أنه سير ببيوت العالم بدنا نطلع جيل يحب النادي ويعشق النادي وينبسط بالنادي ويكون مهزب مع النادي مش بالمثبات المنربح ولا بالنتخطى الأمور اللي ما لازم نتخطاها يعني في حدود لكل شيء بالحياة فهذا كان كل الموضوع هلقات كان هاي وبالعكس أني موجودين ومبسوطين ونحن بتصور أصلا إن كان أنا ولا جهاد ولا مرة أسرنا مع أي حدا من الجمهور والعكس كنا من أول نهار مدين يدنا لقلون ونحن كل اللي عم نعملوا كرميلكون كمان هني بديوا لقونا بنص الطريق هني كمان بديوا يعتبروا حالهم إن هني مسؤولين معنا وهني بقالينا ما بيضوا يعملوا شيء ونحن لقلون ما نحن عم نعمل كل الشغل لقلون بل هني كمان يليقونا شوي جهاد قدام مهمة هيك قرارات يعني هديك مرة هيكت عم بقرأ كوت إنه الإنسان يلي بيفشل بيكون عم يجرب يرضي كل الناس يعني أوقات الواحد لازم ياخد قرار ريجارد لسي ممكن أنت بينك ومن حالك بتقول لي أنا يا عم ما بدي تأخد قرار بجمهوري ما بدي زعل حدا بس تضطر إيام ببعض المطارح تأخد قرار شوي قاسي تحصد نتيجه بعد فترة إذا عم تحكي بموضوع الجمهور طبعا يعني اللي قال وراغب أنا ما في نزيد عليه إلا بمحل الماء شطحه على وصفاته قفاته بشي ما بقل ودخل بولاب الرياضة بولاب البسكتبول ولا بقى بيشبهنا طبعا هون كان لازم ينحط حد لهالمور ومتل ما قال راغب وأنا بأكد أنه بأكد على شغلتين أول شغلي أنه هلأ الجمهور حتى هيدا حتى هيدا الشقف من الجمهور يلي صار فيه إشكال معه بعتقد اليوم أداءة منتز بعتقد اليوم أنه هي صارت متصالحة مع نفسها شغلة تانية أحلى صورة شفتها وأحلى منظر وبركة من أحلى ذكريات بحياتي لليوم هي هيدا المنظر وقت اللي كان فيه مولاد من خمس سنين للسبعين سنة عم بيصرخوا مش سبعين سنة يعني مع أهليهم حلو عم بيصرخوا عم بيهد بهذا بهالحماس الزيتة والأغاني والأنشيط طبع الحكم هيدا بيبين أنه هيدا النادي له ماضي له حاضر وهلأ شفنا المستقبل طبعه كل العالم حتى أمال كبيرة وكتيرة عليكم هيدا الشي بيشكل ضغط أو بالعكس بيعطيكم موتيفاشن أنه نحنا كلما نشوفها لأد الناس بتحبها النادي كلما يكون دافع زيادة لألكون اتنين أنا بيلاقي اتنين وبيعطينا دافع بس بشكل عيننا ضغط كتير كبير بيشكل ضغط خصوصا بتكون فيه أيام مثلا اخسارة بيصير الضغط أنه ما معود نعودين نفكر بالاتجاه الصح حتى أيام قد ما بيضغطوا هذا رأيي صح 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 أنا موافق معك بس أنه طبعا هذا يعني هو الضغط اللي بيعطيك الموتيفاشن لو ما في لو ما في هذا الضغط يعني أنت عم تعمل شيء مع الأمانة تكون عم تفوت بالنادي أو بشغل ما حدا فرقيني معه شو بيصير فيه لأ هو الضغط اللي بيعطي الموتيفاشن هو الموتيفاشن اللي بتخليك تقدمي لقدم شو كان السؤال؟ معكم ضغط بس لحن نسوني يعني أنا هديك المرة كنت عم فكر سياسة محامات باسكت العرب بتفكر باسكت منفس سبار فوتبول هلأ ما بدنا ننسى الفوتبول أكيد فريق الباسكت وفريق الفوتبول وهلأ الله رد إذا صار فيه كمان فريق للبنات بس ما بعرف إذا الشغل بالشأن العام عم بيساعدنا شوي لأنه معوّدين على الناس معوّدين على طلبات الناس معوّدين على من الناس شو أغرب طلب من طلب منكن من أشخاص هلأ هالسنة بالنادة شو يكون بيدحك أنا هذا بيطلب طلب بيدحك أنا أنا بديقولي بدون عشرين تكافي أي شيء ها هذا ها هذا كل يوم ها هذا ها هذا غزير لبي لا هذا ما بيدحك لأنه هذا بتعرفي كيف تدهر منه بيقولي شو مش أنت بالإدارة شو كيف ما فيك تجيبيه للتيكت بسهلا ريزيدان ولو بدنا منك العشرة مش هيك بيدحر فيه في ناس مثلا ما بحيطهم بيحكوا معي قبل بيومين شو بيصير بتالفين كيفك منيح مش تقلك ويسكر تاني يوم بدأ تيكت على المش بس أنه قبل كل صار لك سنتين مش حكي معي بس عمل أنترو بيعمل أنترو أنا في ناس بدون أنترو بدأ منكم توجهوا رسالة هيك فتحنا سيرت الجمهور بدأ توجهوا رسالة لجمهورنا دل حكمة هلأ وصلين أكيد على ستاجز شوى كروشل بالبطولة راغب وجهاد وبدي يكون تخبروا العالم قد أسرته دافعين غرامات هيدا السنة أوقات هي مش نية ربطة الجمهور مثلا أنه تربي العالم عدوا بمطارحكم ومتخنوا آيكوس هي هيدا بالنهاية كلها بتصب لمصلحة النادة ومش بس بنادة الحكمة بكل الفرق اللي عندهم جمهور كمان كتير كبير هيدا الشي بيكلف إدارتهم يعني الحب اللي عندهم يالا نادة أوقات عم يقلب عم بيدر النادة بالنهاية الغرامات أرقامة عالية يعني ما أنا أرقام بسيطة وآي بتساعد أكيد وهذا لازم يعرف اللي قاعد جوات الملعب أنه هو بمطرح من المطارح بس يدر هالأرقام بتروح من مسيرة النادة عم بيخسر النادة مصاري ما هذا النادة إذا أنت بتحبه إذا أنت عندك عشق لقلو ما إلك مصطحة بالموسم بحديث هلأ حطين أرقام 15-20 ألف دولار غرامات بعد ما قلنا أنه هدا لا هدي مصاري مهمة بتساعد هاي أرقام بعد أننا نتعب لحتى لنجيبة يعني أي سبونسور نوع اللي عنده اللي تاخدي منه مبلغ 20-30 ألف طلبات وتعهدات وأمور كبيرة من هذا النوع منحكي معهم من نجم نحن نرميه هون هاك منا مزبوطة لمصلحة مين مين بيستفيد آخر شي أوكي غير الأستاذ أكرم من وجهه التحية والاتحاد اسميه بيستفيد آخر شي اسمع يا فرسيد يعني غير غير الاتحاد أنه أنه نحن أنتوا إجبادكم تفيدوا النادي ما تفيدوا الاتحاد يعني هم من وجه تحية كبيرة للاستاذ أكرم وللاستاذ شيربي وللاتحاد كمان تشجيعوا لهاللعبة وللأمور يعني كمان الليفل اللي عم تصلوا اللعبة وبتصور شهرنا موصم رائع كنا عم نحكي قبل بشوي على كيف أنه أي فريق اللي كان كنا عم نحضره كنا عم ننبسط بالجيم فهيدا أكيد ديولة للقرارات اللي أخدها الاتحاد ومنوجه لهم تحية وقاله يرحمنا شوي بالغرامات الجهاد كمان بما أنه كنا عم نحكي عن المنافسة وعن الجمهور وهيك الصورة يلي عم بتطلوا فيها شفنا صورة بتجمعكن بإدارة فريقنا دي رياضة هيدا صورة كتير حلوة وبمحل معين شئنا أم قابينا بتطف نار والعانة بتكون بين الجمهور يعني ضروري العالم تعرف أنه هيدا الشي بس محصور ع أرض الملعب كمان بنا نجح نحط لأمور بنصابها هيدا هيدا لعبة باسكتبول هيدا رياضة المنافس أنا مع المنافس الشرسي لأكثر درجات بس مش مع العداوة يعني نحن أنا ضد فريق الرياضة بالبالعب لأكثر درجات بس أنه إيه أنا سيفة دي بصديق ما بقدق يعني مش هيدا مش هيدا بوجه هيدا ما خصة بي هاي ما خصة بهاي ذات الشي لفريق بيروت أنا ضدهم بس أنا دا ديم حكيم صديق يعني هاي ما ألا دخل بهاي وهي دي لازم إذا إذا الناس صديقنا جين نحن يعني عنا عنا علاقات جاسم يعني هوا دي أصحاب هوا دي أصحاب يعني أصحاب عدد كبير من الفرق يعني مثل ما قال لك المنافسة على أرض الملعب شي لآخر درجة ولآخر نفس والعلاقات الشخصية شي تاني وهيك لازم يكون على صعيد يعني مش هين هيك اللي عم بيقوله راغب أنه أنا أنه أنا إذا بيجي بسب أو بعمل حركات ما بيسوعة ما شو بكون عم بعمل أنا أنا شغل تشجع فريقي أنا هيدا هو هدفي يعني في هيدا النوانس لازم لازم بلشه لازم بلش أي جمهور مش عم بحكة نجو لا لا عن كل الجماهير عن كل الجماهير عن كل الجماهير أنه بدنا أنا في موضوع مثلا بيستفزني كتير أنه موضوع مثلا إن كان نحنا ولا عند غيرنا يقتوا على ذكر أميات اللاعيبة مثلا أول شي هم كمان بدي تشكرك على المجادرة اللي عملتها لأنها كانت كتير حلوة بتذكرك تبتيلك أنت مسافر لتلك جوءها دوقت اللبستل يعني الأم اليوم بتبقى شايفي حالة بأي فريق اللي كان عم بيلعب يعني تشايفي حالة فيهم شو إلا دخل الأم يعني بالموضوع شو بيتقدم شو بيقدم اللاعب وبأخره هذا شي مرفوض ومش مسموح بس أنا كمان مع شغلة كتير مهمة هذا بحب عطول ضوي عليها لاتساي صار شي حدا من جمهور الحكمة عمل غلطة ضد التعميم إنه كل جمهور الحكمة ساير ما بيسوا كل الجمهور عم بيسب كل الجمهور عم بيسب يعني أوقات شخص عم بيضر ألفين شخص تعرفي أيمت ما بيعد يعمموا عليك هادي لقلك أيمت بطلوا يعمموا عليك وقت تشوفوا إنه الإدارة وقت تلاقي إنه في أشخاص عم بيغلطوا عرض ملعب أخذت قرارات بحقهم هون بصيروا بطلوا يعمموا إنه غلط فلان فلان تحاسب المنع إنه يفوت على أرض الملعب بيصيره أول شي اللي حواليه بيتعلموا منه ببطلوا يعملوا إنكاس بدون يعملوا والغريب يعني الفريق الآخر بيصير يحترمك إنك أنت وقت في عندك حدا عم بيخربت بأرض ملعبك عم تخذ قرار بحقه نحنا بنتيجة هذا كالشو اللي عم نعمله كرميل شو أو كرميل جمهور صح؟ يعني نحنا نحنا موظفين عند هذا الجمهور نحنا بدنا أنه هذا الجمهور يكون يفتخر بالنيدي تبعه وينوصلوا قدمة فينا معه هو يكون دافشوا دعمه لها النيدي يعني توري نادي بلع جمهور شو إله معنى ما إله معنى صراحة فنحنا مع الجمهور وللجمهور ولكن طبعا في بعض الأشخاص مثل ما قال راغب لازم يتوقفوا لازم أنا معنوا يتوقفوا لأنه ليش بدي سبب لك أم بردون ليش بدي سبب له أم وليش بدي سب أم لعيب ليش شو خاص شو لدخل أخوان أخلاقيات أخوان أخلاقيات هون هون ما بفي يعني هون ما في أعزار أنه هيدا نادي الرياضة هيدا نادي خاصنا من 30 سنة أين خاصمك وأنت نفسه على الملعب ما بتروح بتسبله أمه وبيه وأخته شو هالحكي هيدا هيدا مرفوض رح حكي بعد عن شغلتان قبل ما انتقل لأسئلة الناس نقات منه خمس لا ما تخبروا الناس أنه ما غدايتكن عيب بيقولوا جيتوا على الأم تي في وما غدايناكم راغب التسريبات يلي بتصير بتزعجكون يعني من نام من قوم تم التوقيع مع اللاعب إكس إيجراك بيكون هو اللاعب بعد ما مضي وصار شغلة بتضحك أنه تم تسريب خبر أنه مضي أجنبه وهو الأجنبه ما مضي وبس نزلت الصفحة الرسمية وقتها مضي عن جد طلعت الصفحة الرسمية لا مؤسرة وأنه لازم ينزل الخبر قبل أنت قالوا عن اللاعب متضيناه ألفة ألفة ما في مننا الخبرية راحت أنت نفيتي على الصفحة وأي أخبار رسمية بتخدوها من عندهم صاروا يكذبوا لصفحة أه هيدا بعرفة بس ما قلت هي أهم أنه أنت الصفحة عم بتقول يا أخي أنا النادي وأنا ما وقعت مع حدا لأ أنت مش مصبوط موعع ومخباية بس هو أضحك شي متك مثل الفرق البقيين بتمضي وبتخبي الورقة عندي أخي أنا أقول ماني ماضي راغب هو أضحك شي أنه ما بيعرفوا أنه أوقات بالمفاوضات بيصير شي بين فكس الديل يعني صفحة رسمية للنادي مفروض تنزل الخبر بس كل شي يصير أوفيشيلي 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 متل ما بتقول لأقلك التسريبات ليه هل قد بيصير فيه تسريبات بنادي الحكمة مع أنه من أول السنة إلى هلأ أنا برأيي ما بعرف إذا أنتم بتوافقون الرأي نضبط شوي الوضع عن أول السيزن أجهاجا خليني لك أول شغلة نادي الحكمة بيستهوي الجميع كل الصحفية بدهم بالقليل لا يجيبوا أديونس أنا بفهم يعني لا يدروا يجيبوا وما عم هجموا ما تخدين عن هجموا بس أنه بتعب من طلبات بدنا نحكي عن نادي الحكمة كل في أي صحافة رياضة بدهم إذا ما عمل بالجمعة عنده حلقة أو كتاب أو مقال عن نادي الحكمة ما حدا سوري بس أنه بلاقيهم ما حدا بيسمعون لأدي عم خبرك إياه فبيركدوا كلهم لحتلية عملوا مقالات عن نادي الحكمة وكلهم بدهم يجيب سكوبات وكلهم عندهم صدقات وإنت بتعفق أنه بس تجي تكوني عم تتفقع مع لاعب في كذا حدا بيكون على الخط في عندك من الجهاز الفني في عندك من الإجنتية في عندك من من اللي بيكون عم بنفسك بده ياخده له مصحة لحتى اللي يقول في كتير ناس لنقل تبوينت ساموا نقل له أنت عليك أنت قلت هذا ما بيصير التسريبات بالرياضة بتظل أصلاً صعب جيهاد بحيث تقدر تعرف مين بحيث بحيث مصروف أنرجي قيامات على الفاد على كل حال فيك شيك تحسري بكم شخص بس ما فيك تعرف مين ما فيك تعرف مين بس يعني اللي عم بيقوله راغب مظبوط و هلأ معتايد معتايد صار حطينا حد أو أنتوا حطيتوا حد لها لها الأمور وأنا بتمنى هون من هون رايح ما بقى يعني مثل كنت عم تولي من شوية أنه ما بقى حدا يسمع أخبار أو يصدق أخبار يلي بيهموا موضوع الحكم يتبع صفحة صفحة نادي الحكم الناس بشكل سريع طولنا زحقتكم ولا لا لا ما زحقت لا ما رأيت بسرعة ما رأيت بسرعة السؤال الأبرز باقي ولا لا باقي ولا لا هيدا ريحت تلتر باع العالم من هيدا السؤال عرفنا أنه خلصي كامل جوح وراني شو بينقصنا تنسير نلعب بالعقلية يلي عنده عنده إياها فريق الرياضة عارض لهذا الحكي وقول أنه نحنا عنا وينيج منتاليتي كمين ونحنا ما بينقصنا شي نحنا بينقصنا شوية انسيجام مع بعضنا شوية استمرارية شوية استقرار ولأ نحنا من نفس أي فريق بشكل جدي مش أنه مش عن مزه فريق الحكم سابقا بس كان أخذ بطولة العرب ثلاث مرات وبس كان على سكة الانتصارات كان عنده لوزينج سبيرت ولا كان عنده لوينيج سبيرت أنه هي لوينيج بتجار بعضها بس هو ما مهم يكون عنده واحد وينيج سبيرت مهم وقت يخسر يعرف يكون كمان على قد الإخسارة اليستمعان من وين إجا حبكن للنادة جهاد وراغب يمكن مومنت بحياتكن خليك تحب نادة لأ من أنا وصغير من أيام مجد نادة الحكمة أنا كنت أنزل على الشارع وزقف مع نادة الحكمة وكنت روح على المدرج ومثلي مثل كل مثل كل أولاد جيلي مثلي مثلو نفس الشي بس بديلك شي أهم من وين إجا الحب للنادة هو وقت اللي حين الوقت أنه نحن نكون مستلمين إدارة هذا النادة ما توانينا هون هون الأهم لأنه في كتير بحبوا النادة بس تعقيرين ونستلموا معنا شي أو تعوش تغيروا شي ما بيكونوا موجودين فانسا نصر تسألكن بدأ موقف صار معكن بي هالمسيرة بنادة الحكمة ما بتنسوا بحياتكن بتقد جهات جاوب أنه الأندر فورتين وقتا كانوا بالملعب أنت كمان هيدا أحلى شي بالمثيرة نيوسف ديب إذا فيه فسر لنا الرئيس الفخري شو الفرق بين الإيد المسكرة والإيد المفتوحة عناش يد الحكمة هيدا السؤال مش أنا مش نجلين بتسأليني إياه إلي بس أنا فيني أقولك أنه أنه من موسم الماضي أنا كنت بالنسبة لإلي الإيد المفتوحة أحلى من الإيد المسكرة من موسم الماضي كنت أنا حط وقت كنت نشيد الحكمة كنت حط إيد مفتوحة بعد نزعج بعد الموسم الماضي بس الموسم الماضي ما كان عندهم اعتراض على الإيد المفتوحة وإيد المسكرة أنا بالنسبة لإلي الإيد المفتوحة أحلى من إيد المسكرة وبس ما فيه أكتر منه بدأ أشكركم على هاللقاء الحلو بسطتو مرسي إليك جنون ما أنتلي شو رأيك ب شو رأيك بأمينة السر والمسؤولة الإعلامية مسؤولة الإعلامية وأمينة السر يعني هي اللي بتعملنا نكهة على الهيكي على طولة الاجتماعات هي غنوشة اللجنة الإدارية هي غنوشة اللجنة الإدارية عنها يعني نحن لعنا اللجنة الإدارية فيها ثلاث نساء يعني منوجههم التحية منوجه التحية لكل أعضاء الإدارية لأنه كلياتهم عم بيشتغلوا مثل ما قالت لك جاغا من قلبهم وكلياتهم يعني بيجوا على الاجتماع نطرين أنه يكون هذا الاجتماع بيسألوني يعني بس هي غنوشتنا باللجنة تعف كيف تطلب الطلب يعني يعني غيرها بيطلب طلب يعني بطريقة وهي بتطلب طلباتها بطريقة تانية بطريقة أنه ما في يعني حتى البدن يسوته على بالقرار بتليقي مرة القرار بتسياس ما معقول ما في نوم ما في معارضة روى شكرا لألك راغب شكرا لألك وبتمنى لكم كنت توفي وضعب لكم تقولوا بعد شي مرصي كلها لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة